بسم الله وصلاة والسلام على أشرف المرثلين كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الصبخ المغربي منسبة الوصفة اليوم كنقترح لكم أسهل وأسرع كيك ممكن تحضروه كيك الخمس ملاعق العجيب سهل جداً اقتصادي خفيف كالريشة أما الكريمة فهي أكتر من رائعة كتجي حريرية لديدة بزاف كتنزج ما بين عدة مطاقات والنتيجة كنتحصلوا على تحلية لكتجي كتحمق فتابع الفيديو للأخير اشتعرفوا على المقادر وكذلك فاقي مراحل التحضير بسم الله على بركة الله أول خطوة سنحضر طبقة الكيك اللي سنحتاج لها بيضة درجة حرارة المطبخ ثم سنضيف قبصة ملح لموازنة الضوغ سنضيف كذلك سكر الفانيليا كيس واحد فقط من فئة 7.5 جرام من بعد غد ينضيفوا 5 ملاعق كبيرة ممتلئة من سكر حبيبات أو لا سكر سنيدة غد ينخلط هاد المكونات جيدا مع بعض ممكن أنكم تستعملوا الخفاق الكهربائي باش كتصرعوا من هاد العملية المهم كانت تحصلوا على خليط لكي يكون بهذا القوام من بعد غد ينضيفوا 5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي غد ينخلطوا هاد المكونات قليلا مع بعض ثم غد ينضيف 5 ملاعق من الحليب الحليب اللي من الأفضل يكون درجة حرارة المطبخ ضروري المكونات كلهم يكونوا في درجة حرارة المطبخ باش كنتحصلوا على كيك اللي كي يجي مهوي وخفيف غد يندمج الحليب مع باقي العناصر ثم من بعد غد ينضيف 5 ملاعق كبيرة ممتلئة من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات غد ينضيف كذلك ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو وغد ينضيفوا كيس واحد فقط من الخميرة الكيميائية ما يعادل 8 جرام غد ينغربوا هاد المكونات جيدا مع بعض هاد الخطوة ضرورية باش كانت خلصوا من تكتولات وغد ينمزجوا هاد العناصر كلهم مع بعض حتى كانت تحصلوا على خليط اللي كي يجي بهذا القوام خليط ما كيكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما كيجي نشتغيل من بعد غد يناخدوا قالب أنا استعملوا قالب مربع القيس دياله 22 سنتيم على 22 سنتيم غد يندهنوه بالزبدة وغد ينرشوه بالتقيق غد ينوضعو الخليط وغد ينساويوه ثم غد يندخلوه الفرن لي كيكون ساخن جدا على درجة حرارة ما بين المنخفضة والمتوسطة حتى كيطب على خطره وكيصبح لنا على هاد الشكل ثم من بعد غد ينسقيوه بالحليب لي كيكون بارد الكيك غد يكون ساخن والحليب خاصه يكون بارد باش كيتشرب لنا جيدا هاد الحليب تقريبا وحد نصف كأس ديال الحليب لي غنسقيوه به هاد الكيك وغنحتفظو به جانبا بنسبة الكريمة فأول خطوة غنقومو بها غادي يناخدو كأس ديال فول سوداني او لكاوكاو من الافضل تستعملو كاوكاو اللي كيكون بالقشور ديالو باش كتحصلو على لدة جميلة وغادي يندخلوه الفرن حتى كي يتحمر وكيصبح لنا على هاد الشكل ثم من بعد في مقلات فوق النار غادي ينوضع كأس ديال سكر حبيبات او لسكر سانيدا ما يعادل مئة وخمسون غرام وغادي ينضيف ربع كأس ديال الماء ماء عادي من الصنبور وغادي ينخليو النار منخفضة باش مكيتحرقوش لنا هاد المكونات غادي يندمجو السكر مع الماء احتكي دبلية تماما والنار نخليوها منخفضة باش مكيتحرقوش حتى كيصبح ليا هاد المزيج على هاد الشكل كيصبح اللون ديرو تقريبا اصفر فاتح عاد في هاد اللحظة غادي ينضيفو كاوكاو اللي حمرناه غادي نحاولو ان نلبسوه جيدا بهاد الخالط ديال السكر ودائما النار كنخليوها منخفضة كندمج هاد العناصر جيدا مع بعض من اللي كنت حصل على هاد الشكل كيف ما كتلاحظو فالسكر كيبدا كيرجع لحالة الاصلية ديالو هنا غادي نتفيع للنار وغادي نزولو المقلس مباشرة غادي نوضعو هاد الخالط فوق ورق الطهي وغادي نخلي حتى كيبردليها تماما ثم من بعد غادي نحاولو انفتسو اولا غرب ايديا حتى كيتفتسو لي جميع هاد الحبيبات ثم من بعد غادي نطوي ورق الطهي وانحاول ندقو دقة خفيفة بالمدلك باش كيساعدني من بعد انني انطحنو ما تخسرش لي الالة ممكن تقوه في المهرز ثم من بعد غادي نوضعوه في الالة اللي غادي نطحنوه فيها هنا من الافضل تستعملوا الالة اللي كتكون صحيحة لانو هاد النوع ديال هاد نوع ديال المكسرات من اللي كان وضعوهم مع السكر كيصبح القوام ديالهم صلب جدا ولهذا من الافضل الالة تكون نوعية جيدة باش ما كتخسرش ليكم وهنا يف كل مرة كنتحن كنتحن وكنوقف كنتحن وكنوقف باش ما كتخسرش لي الالة اولا وفي نفس الوقت باش ما كدقش دور لي في الخوة كنقا كنزول هاداك الكاوكاو اللي كيبقى متمركز لي في الجوانب صافي كنستمر بهاد الطريقة احتكي تطحن لي هاد كاوكاو جيدا وكيصبح لي القوام دياله على هاد الشكل إلا ما تحصلتوش على هاد القوام ممكن ضيفوا واحد ملعقة ديال الزيت النباتي باش كتساعدوا هاد الكاوكاو باش يصبح لينا به هاد القوام ضروري خاصو يكون هاد القوام من بعد غاد ينوضعو في واحد الاناء وغاد ينحتافض به جانبا في اناء غاد ينوضع كأس ديال الحليب اللي كيكون بارد جدا انا هنا يا خديت الكأس وحطيتو في المجمد خليتو احتبرد ليه تماما وتكونت ليه واحد القشرة الفوق وغاد ينضيف ليه كيس واحد من مستحضر ديال البودرة ديال الكريم شانتييه مايو عادي المئات جرام وغاد ينطرب هاد المكونات جيدا مع بعض حتى كي يضعف لي الحجم ديال هاد الكريمة من بعد غاد ينضيف الخليط ديال الكوكاو هناك كي يبقى لكم الاختيار ممكن تضيفه هديك الكمية كلها ليستعملناها او لا اضيفه فقط غير رج ملاعق من بعد غاد ينضيف رج ملاعق كبيرة ديال الحليب المركز المحلى وغاد ينضيف كذلك جوج ملاعق كبيرة ديال مسحوق الحليب وغاد ينطرب المكونات جيدا مع بعض وكيف ما قلت لكم بنسبة الخليط ديال الكوكاو ممكن الكوكاو تبدله باي نوع من انواع المكسرات اللي كتفضلوها والكمية كتبقى اختيارية انا غاد ينستعمل هاد الكيمية كلها اللي حضرت وبطبيعة الحال ممكن انكم تستعملوا اقل غاد ينطرب جيدا حتى كنسجموا لي هاد المكونات جيدا مع بعض وكنتحصل على كريمة اللي كتجيب هاد القوام وصراحة هاد الكريمة كتجي رائعة ولديدة بززاف مباشرة غاد ينضعوها فوق وجه الكيك غاد يكون من الافضل لو انكم تخليوا هاد الكريمة كترتاح في تلاجات قريبا واحد ساعة هكذا باش كتعقد وكتشد فراصها كثر غاد ينساوي جيدا وجه الكريمة على طبقة الكيك ثم من بعد غاد ينزينوها وتزين كيبقى دائما اختياري غاد ينزينها بكوراس ديال الشوكولاتة وخطوط من الكراميل وكان هادا هو الشكل السحلية صراحة كتجي اكثر من رائعة وكتجي لديدة بززاف هاديك الكريمة عندها واحد المداق مبيز بفضل هادوك الاضافات اللي ضفناهم غاد نقطع معكم قطعة باش كتلاحظوا القيوان بالنسبة لي انا راه كيف طيبتها وكيف يعني وضعت عليها الكريمة قدمتها يعني ما خليتها شباتت واحد ليلة في طلاجة غادي يكون من الافضل لو انها تبت ليلة كاملة في طلاجة باش هاديك الكريمة كتتعقد كتر وكتقبط فرصها وكانت تحصلوا على تحلية لي كتجي لديدة بززاف بزاف كانت منها فعلا انكم تجربوها وخلي بليا اراءكم في التعاليق ولا عندكم اي استفسارات او تساؤلات خلي بها كذلك في التعاليق وكانت هذه هي وصفة اليوم كانت منها انها تنال اعجابكم وانطلقوا ان شاء الله في الفيديو قادم مع وصفة جديدة الى اللقاء